من اغرب الاشخاص في العالم الاتنين دول الاولاني هو راجل هندي عنده تسعين سنة اسمه براهالد جاني وطوال حياته عايش لوحده منعزل في كهف بعيد عن المدينة وما بيخرجش منه الا مرة واحدة في السنة علشان يزور عيلته وبيقول انه لا اكل ولا شرب منه هو عنده 11 سنة يعني بقاله حوالي 80 سنة لا بيأكل ولا بيشرب الناس شكوا فيه انه بيجدب فجه فريق طبي عمل عليه دراسات علشان يتأكدوا من الموضوع ده وحطوه في غرفة لوحده فيها كاميرات مرقبة لمدة اسبوعين وطوال الاسبوعين لا اكل ولا شرب ولا حتى عمل حمام وتأكدوا فعلا انه مش بيجدب اما التاني فهو فيتنامي واسمه ناجوك تيكاي وبقاله 46 سنة مستيكز وما بينامش ابدا وجرب كل المنومات اللي في الدنيا وما فيش فايدة ولا الدكاترة والمستشفيات عرفوا يعالجوه فتخيل العلماء بيقولوا انك ما تقدرش تعيش اكتر من 11 يوم من غير نوم فما بالك بقى تفضل صاحي 46 سنة وما تشوفش فيهم احلام من اغرب قصص الموت في العالم واحد اسمه هنري زيجلند سنة 1833 قطع علاقته مع حبيبته فحبيبته جالها اكتئاب وانتحر فاخوها فضل يطرده علشان ينتقم منه لانه السبب في موتها فاستنى هنري قدام بيته وضربه بالنار وهو قاعد في حضقة البيت فوقع هنري على الارض واخوه البنت افتكر انه مات وخد بطار اخته وبعد كده اخو البنت ضرب نفسه بالنار وانتحر لكن الرصاصة ما قتلتش هنري وتصب جرح سطحي واكتشف هنري ان الرصاصة استقرت في جزع شجرة داخل حضقة بيته وهنري عاش لسنين طويلة بعد الحادثة دي وفضل يتفاخر قدام الناس بحظه الخارق اللي انقزه من الموت وفي يوم قرر يقطع الشجرة دي اللي استقرت فيها الرصاصة القديمة وبسبب انه مستعجل وكسلان فجر الشجرة بالديناميت بدل ما يقطعها بمنشار ومن شدة الانفجار خرجت الرصاصة القديمة من جزع الشجرة واستقرت في دماغ هنري ومات في الحال المرأة دي اسمها دي بي وودي ووصفتها الصحف العالمية انها اكتر امرأة غيورة في العالم وكل يوم بتجبر زوجها ستيف اول ما يرجع من البيت انه يخضع لاختبار كشف الكذب ولو شكت ان في امرأة تانية عجبته تمنعه من مشاهدة التلفزيون وبتمنعه حتى من رؤية صور النساء في المحلات علشان خايفة واحدة منهم تعجبه وكل يوم بتفتش في بريده الالكتروني وتليفونه وحسابه في البن حتى انها منزل على جهازه برامج لتنقية البرامج الغير مرغوب فيها وبتقول المرأة دي انها فضلت تدور على شريك حياتها اللي يقبل بشروطها القصية انها تعمله اختبار كشف الكذب يوميا لحد ما لقيت ستيف اللي وافق على شروطها وتجوزها اما ستيف بيقول ان الموضوع ده مش عامله اي ازعاج بالعكس هو بيحبها جدا رغم غيرتها الشديدة وعدم ثقاتها فيه لو انت من الناس لما بتحبش الوقفة في الطوابير سواء بتخلص اوراق رسمية او طوابير السوبر ماركت او طوابير تذاكر السينما او تذاكر حفلة او اي طوابير فما تشلش اي هم لان في حد هيقف بدالك في الطبور يحجز لك مكان لحد ما ييجي دورك الشاب ده اسمه روبرت سامويل ومشهور باسم جليس الطوابير المحترف وبياخد 25 دولار في اول ساعة مقابل انه يقف بدالك في الطبور عقبال ما ييجي دورك والنص ساعة الاضافية بياخد عليها 10 دولار وانت في الفترة دي تترحم من وقفة الطبور وتريح في اي مكان تقولك حاجة او تقعد في كافتيريا لحد ما دورك ييجي والشاب ده بيكسب في الاسبوع الواحد 1000 دولار من الوقفة في الطوابير ولما لقى المشروع ده مربح لم اصحابه اسس شركة وسمها شركة سولد وشغل اصحابه عنده في الشركة يقفوا هم كمان في الطوابير ويلمولوا فلوس وهم ياخدوا نسبتهم ها ايه رأيكم في المشروع ده مفوش اي مجسفة براس مال 3 اماكن على كوكب الارض اوعى تفكر تروحهم وإلا هتموت اولهم جزيرة الافاعي في البرازيل مفاش ولا بني ادم عايش عليها لان كل سكان الجزيرة دي من الافاعي السامة اللي لو لدغتك واحدة منهم هتموت في خلال ساعة لان التعبين دي بتكره اي حد غريب يدخل الجزيرة بتاعته والمكان التاني جزيرة في الهند اسمها جزيرة سنتينيل وسكان الجزيرة دي من القبائل البدائية ومعزولين تماما عن العالم ولو ركبت قارب وقربت من جزيرتهم هيرموك بالسهام اللي معاهم ومش هيسبوك غير لما تموت وياكلوا جتتك والمكان التالت جزيرة ريمري في خليج البنغال واللي هيرف فيها الف جندي ياباني في الحرب العالمية ومات منهم خمسمائة جندي لكن مش بسبب الحرب انما بسبب تمسيح المياه الملحة اللي عايش فيها واللي تعتبر من اكبر الزواحف في العالم ووزن التمساح الواحد بيوصل لطن والتمسيح دي اللي قتلت الجنود اليابانيين وحولتهم لاشلاء وكالتهم وانت لو رحت الجزيرة دي فالتمسيح اللي فيها هتفرمك بانيابها من اغرب القرارات اللي خدتها الحكومة الصينية انهم نزلوا قانون بمنع ومعاجبة اي شخص اقل من 18 سنة يلعب الالعاب الالكترونية الا في يوم الاجازة فقط وحتى في يوم الاجازة مش مسموح له يلعب الا ساعة واحدة بس من الساعة 8 لتسعة مساء والسبب انهم نزلوا القرار ده ان في كتير من الاباء والامهات في الصين اشتكوا ان اولادهم بقوا مدمنين للالعاب الالكترونية طول الوقت وكل ده على حساب دراسته ده غير انها بتأثر على نظرهم بسبب انهم لازقين عينهم على طول في الشاشة قل لي بقى يا بتاع باب جي لو القانون ده تطبق في بلدك هتعمل ايه من اغرب الاماكن في العالم جبل اسمه رورايمة فينزويلة بعض العلماء صنفوا الجبل ده من الجبال الغمضة والمرعبة لو انت بصيت على قمة الجبل ده من طيارة هتشوف القمة كأنها جزيرة وسط السحاب والجزيرة دي اللي فوق السحاب معزولة عن اي حاجة حواليها وكأنها عالم تاني لوحده منفصل عن عالمنا لحد يومنا ده محدش قدر يتسلك الجبل ده او يطلع لقمته والعلماء صوروا الجبل ده من فوق بالاقمار الصناعية وبيقال انهم اكتشفوا على قمته بيئة مختلفة تماما عن البيئة اللي في الارض وبيقال انهم اكتشفوا حيوانات ونباتات ندرة على القمة اول مرة يشوفوها ده غير ان على قمة الجبل ده بينزل منه شلال يعتبر من اطول الشلالات في العالم تفتكروا ان قمة الجبل ده لسه عايش عليه كائنات احنا كنا فاكرينها انقردت من زمان زي الديناصورات مثلا الله اعلم قصص الحقيقية المرعبة والغمضة هي قصة اختفاء الرحلة 19 والرحلة 19 دي كانت عبارة عن مجموعة من خمس طائرات عسكرية امريكية طالعين في مهمة تدريبية بالقرب من مثلس برمودة يوم 5 ديسمبر سنة 1945 لكن في اسناء التدريب قائد السير ببلغ القيادة ان البوصل عنده تعطلت وانه فجأة لقى نفسه دخل وسط عصفة وما بقاش شايف اي حاجة حواليه وفجأة صوته في رسالة الاستغاثة بقى متقطع وانقطع الارسال بينه وبين القاعدة تماما والخمس طائرات اختفوا ومعادش ليهم اي اثر وبعت وراهم فرق انقاذ من سفن وطائرات لكن معادش ليهم اي وجود والحد يومنا ده ملاقوش اي اثر لحطام الطائرات دي ولا حد يعرف ايه مصير الطيارين الخامسة اذا كانوا احياء او اموات ولو كتبت على جوجل الرحلة 19 هتعرف القصة بالتفصيل اكتر وتتأكد انها قصة حقيقة